والبعض الآخر أحبائي ينكر المعجزات يدعون لأنها مناقضة للنواميس الطبيعية الله خلق النموس أو يعني الطبيعية ولكن الله عنده نموس آخر فهو القادر على كل شيء وله السيادة والسلطان المطلق الكامل من يستطيع أن يسأل الله في هذا المدوع أو في طريقة تدخله في حياة البشر فالسؤال ما هي أهمية الميلاد العذراوي وكيف يعني ولده ولماذا ولد يسوع المسيح وما هي الاعتراضات على هذه الولادة الولادة من عذراء وهل توجد أدلة كافية تؤكد صحة الولادة ولادة يسوع من عذراء وهل توجد أدلة تاريخية تؤكد على هذا الحدث في هذه الحلقة أحبائي سوف أتحدث عن هذا المدوع ولكن في البداية يمكن أنت مسيس وأنا بشوف من طريقة الفيسبوك والناس كيف بتتجاوب وأنك أنت بترمي كلمات بدون البحث بدون أنك تكون مخلص أو أمين في بعض الناس في حقد في داخلهم ضد يسوع وهذا ليس غريب فالمسيح قال أبغضوني بلا سبب وليس عجبا من بداية ولادة يسوع المسيح حتى يومنا هذا أن أكثر شخصية تقاوم هي شخصية يسوع المسيح وأكثر كتاب يقاوم هو الكتاب المقدس فالسؤال لماذا هل يوجد في شخصية المسيح ما يخجل أو يحرج أو شيء أنك إت بتتمنى أنه ما فعلوش يسوع المسيح مرة تانية اقرأ العهد الجديد ففعلا يحاربون يسوع المسيح لأنه متفوق متفوق جدا ولا يقارن بأي نبي ولا فيلسوف ولا حكيم أصلا عيب أنه أذكر هذا التعبير أنه نقارن المسيح بأي شخصية فإذن إنكار الولادة العذروية هي إنكار طريقة الله للخلاص إنكار ليسوع المسيح إنكار للمسيحية إنكار للكتاب المقدس وكل معدى لاحظ مرة تانية كل الناس عم بتهاجم شخصية يسوع مع إنه كامل وإنه لو الناس بتتبع تعليم يسوع في هذه الأيام لشفنا المعجزات وبنفس الوقت مرعوبون ويخافون إنه يتكلموا عن أي شخصية أخرى فاليوم الصفحات امتلأت من العنصرية والكرهية رغم أننا عايشين في القرن الواحد وعشرين ومع هذا الكرهية عم تزداد والعنصرية عم تزداد ولماذا؟ هو كل ما عليك ابحث فكر وادرس وقرأ الكتاب المقدس سأتحدث عن أهمية الميلاد العذراوي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة 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 شكرا